على فكرة النهاردة ايضا الرئيس عبدالتاح السيس تلقى اتصال هاتفي من الملك حمد بن عيسى اهل خليفة ملك البحرين عايز اقول لكم ان يأتي طبعا بلا ادنى شك يأتي هذا الاتصال في اطار ما يحدث من تهديدات للامن القومي في العربي في الخليج في منطقة الخليج اللي حصل في الامارات وابو ظبي وكان الرئيس قد اتصل بي الشيخ محمد بن زايد النهيان بالامس ولكن النهاردة كان هذا الاتصال الهاتفي واكدت مصر على نفس الرسالة وهي رسالة ان امن الخليج العربي ودول الخليج الشخيقة هو جزء من الامن القومي المصري تحدث الاتنين طبعا مع بعض زعماء واتكلموا في التعاون المشترك وفي المستجدات على الساحة في الايام الاخيرة